اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية صباح اليوم مع معالي الدكتور صاحب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يقوم بزيرة لمملكة البحرين وخلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بمعالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مشهدنا معالي على موقف مملكة البحرين الثابت والدعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمته القدس الشريف مؤكدا أن مملكة البحرين ستظل تساند بقوة نكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل اعتمادا إلى القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مشيرا معالي إلى أن الوصول إلى هذا السلام سيعود بالأمن والاستقرار على جميع دول المنطقة ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والرخاء من جهة عربت معالي الدكتور صابع ريقات عن خالص تقدير واعتزاز أبناء الشعب الفلسطينية بموقف بمملكة البحرين الدعمة لقضيتهم والمدافعة عن حقوقهم المشروعة مؤكدا أن تلك المواقف تعكسوا العلاقات الأخوية الراسقة بين البلدين الشقيقين متمانية لبملكة البحرين دوام التقدم والإزدهار